إذن أثار زعيم تيار الصدر حالة من الجدل بعد أن وجه سهم نقده للرئيس العراقي برهم صالح واتهمه بمحابات التطبيع وعدم التوقيع على قانون تجريب التطبيع هذه التي ماتفتها الرئاسة العراقية ودفعت إلى ترحيبه بالتساؤلات عن أسباب انتقاداته وصيلاتها بملف انتخاب الرئيس الجمهورية المتعثر منذ أشهر للمزيد أرحب بضيف الآن من أربيل نجم القصة بالكاتب والمحلل السياسي أستاذ نجم أهلا بك هذه التغريدة التي ربما بدت قاسية عندما أشار سيد مقتد الصدر من المخجل جدا جدا أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق التوقيع على قانون تجريب التطبيع التحية طيبة لك ولكل المشاهدات والمشاهدين الكرام فعلا هذه التغريدة كانت لربما ضاغطة وقاسية على شخص رئيس الجمهورية الدكتور برهم الصالح رغم أغلب القوانين هي لا يتم مصادقة رئيس الجمهورية وإنما بعد 15 يوم تكون هذه القوانين هي سارية وجارية وتنشر في الوثائق العراقية وما تم نشر هذا القانون في الوثائق أصبح مصادق عليها لكن تعلم على ما يبدو السيد برهم الصالح الذي يعتبر اليوم المرشح الأول والأقوى للاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية وبالتالي لربما يحظى بمقبولية مجتمعية شعبية خصوصا عندما وقف مع المتظاهرين عام 2019 وحتى تم استهداف بيته بطائرة مسيرة وحتى كان قريبا من السيار الصدري وقريبا من شخص السيد مقتدى الصدر لكن على ما يبدو السيد برهم الصالح يواجه تحديات ومواجهات وضغوطات من بعض الأطراف السياسية البعض ذهب إلى حد القول بعد هذه التغريدة ورد من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية بأن ورقة برهم صالح تحرق اليوم أستاذ نجم هل والرئاسات الثلاث رئاسة تفضل نعم أسمعك أسمعك أنا كان سؤالي أن البعض ذهب إلى القول أختيار رئاسة الثلاث لا لا ليس هناك انتهاء ورقة أو انتهاء شخص لأن اختيار الشخص لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أي رئيس الوزراء وكذلك رئيس البرلمان يتم بالتوافق السياسي أي العرف السياسي الذي تم اعتماده منذ 2005 الانتخابات الأولى إلى هذا اليوم وبالتالي ليس هناك قطيعة وليس هناك شيء ملزم بأن هذا الشخص سيعود لهذا المنصب أو لا يعود بالتالي التوافقات السياسية والمتغيرات التي تحصل في اللحظات الأخيرة من المدة الدستورية لربما يكون شخص يتبوأ منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء رغم كل المعطيات والمؤشرات بأن شخص السيد الكاظمي ما زاله هو الأوفر حظه لأغلب القوى السياسية خصوصا السنية والكردية وأغلب الشيعي لكن أنا أعتقد لم يجري الحال ولن يستطيع البرلمان أن يختار حكومة لأن السيد الصدر كان وما زال يعتبر الفائز الأول في انتخابات 10-10-21 من غير ممكن الفائز يكون خاسر والخاسر يتحول إلى فائز صحيح اليوم يعول على محادثات الحزب الديمقراطي مع الاتحاد الوطني ولكن يبدو أن حتى الآن لا اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية الذي يقع على عطقه تكليف مرشح أو تكليف الكتل الأكبر بتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة العراقية إن لم يحصل ذلك ما هو السيناريو؟ أنا أعتقد السيناريو الدولة العراقية والقوى السياسية ماضية إلى إبقاء حكومة السيد الكاظم لعام 23 ويعادة الانتخابات لكن انسحاب السيد الصدر قد غير اللعبة السياسية واختيار الشخصيات لربما الإطار التنسيقي الآن الذي يعتبر الكتلة الأكبر في البرلمان أن يغير قانون الانتخابات ويعود لنا إلى قانون سانت ليغو المعدل وكذلك لربما يغير المفوضية ويأتي بشخص متحزبة مثل ما كانت في الدورات الماضية هذا يعني التيار الصدري فعلا سيكون الخاصر الأكبر إذا بقي هذا الحال لكن كل المؤشرات والمعلومات بأن الحكومة تستمر حكومة الكاظمي والبرلمان لربما يحل نفسه ويذهب إلى انتخابات مبكرة المسألة معقدة جدا التيار الصدري لديه قوة شعبية وقوة مجتمعية وكذلك الإطار التنسيقي لديه قوة مجتمعية بالتالي الخاصر الأكبر والأكثر هو المواطن العراقي أشكرك من أربيل أن أستاذ نجم القصاب الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر